أولاً، أنا كثيراً فخور اليوم أن أكون في مارون الراس مارون الراس هي الضيعة والمنطقة التي كانت الإشارة الأولى لصمود لبنان في حرب تموز 2006 أنا أعتقد أنه لأيام الأولى لحرب تموز التي حصلت في مارون الراس هي التي ثبتت قوة جدنان ثبتت قوة جيشه وشعبه وغرور أنا اليوم جيد أكيد رمزية المكان، رمزية الزمان والضويد إنما هناك صحفيين هنا يضحوا بلال الهار تركين عادلاتهم ويوجودون طيالة له الخبر وطيالة له ماذا يحدث في لبنان على الحدود وماذا يحدث في فلسطين المحتلة والكلم يعرف أن الحرب ليس فقط سلاح ولنا أنابل ولنا صواريخ ولنا هجوبات ولنا قطل ودمار حرب كمان هي إعلامة ومثل ما بتعرفوا جزء كتير كبير من هذه المعركة ومن هذه الحرب يلي صايرة القرب مننا هون جزء كتير كبير منها إعلامة فيه معلومات مضلمة أكيد عم تركب بشكل مدروس في حرب نفسية قويلة عائدة كمان عم بتصير الاتكال حقيقة على الإعلام اللبناني الموجود هون بالدرجة الأولى بعدين الإعلام العربي والغربي هو دائما أنه من تسرع بالخبر فقط نستطيع أن نأخذ صبق ونستطيع أن نستطيع أن نحصب مشاهدين الحرب التي تصبح أكثر من جدية وأكثر من خطرة وأكثر من ضقيقة طبعاً وحداً ليس لدي الحرب لكن الحرب هي تنفرض عليها وإذا فرضت علينا الحرب فلنا نكون قدنا نكون قدنا بالتضامن نكون قدنا بأن نكون نحن كالبنانيين مجتمعين ونكون قدنا خاصة بأن نستطيع أن نواجه كل شيء يصبح إعلامياً بالطرف الآخر بذكاة ومصدقية وأن ننتبه أكثر ما فينا على سوابة معينة بالإعلام هناك الكثير من الإعلاميين يأخذون شهرتهم من وراء أخبار زالفة ومن وراء أخبار التي قلت عليها بخطاب كراهية أو المسكوبات ليس مضبوطة سأرى أنه ليس لوقت أبداً أن ننظر على هذه اللعبة ظروف ضقيقة من هذا النوع أبقى المصدقية والخبر اليقين يعني لماذا ينطر ديئة أو ديئة أو ديئة أو ديئة أو ديئة أو ديئة يطلع خبر صحيح من أنه يطلع خبر منه مضبوط أبداً وقد أنه يأخذنا على محاوزات منه أبداً مرغوب فيها ثانياً هناك الكثير حديث على أنه نحن نكون موضوعيين الموضوعية لا تتعني أن نقف مع الظالم ضد المظلوم والموضوعية لا تتعني أبداً أن نكون على الحياة بالنسبة للشيء الذي يصير في فلسطين الشيء الذي يصير في الغزة هو إبادة جمالية والذي يصير هو إجرام إسرائيليين لا يميزوا بين طفر، وبان شائر، وبان صحفي، وبان أمم المتحدة، وبان أجانب، وبان إسراء حتى إسراءهم يروحوا كل يوم نقول أنه يقابل كل شيء يصير في الغزة، نحن نعود ونكرر على أنه يجب أن نظل متضامنين لأبعد الحدود في لبنان ثانياً، أنا أيضاً تقول أن موضوع الحكومة كان بهذا الاتجاه نحن ضد الإبادة اللي عم تصير في فلسطين، نحن طبعاً متمسكين بقرار 17-01 نحن الموقف كان واضح وعم يتوضح كل يوم بعد يوم، وكمان بنفس الوقت الحكومي أكيد لح تدرس يمكن أن يكون هناك إمكانية أنه لا سماح الله يصير في حب الحرب الجديدة على البنان، بس أنه يدهوى الوضع علينا كلنا سواء، أنه نكون جاهزين لا أبعد الحدود وبن أبقى التفاصيل بجعب ترع، أنا جاي شد عقيد كل الإعلانيين والإعلانيات الموجودين هنا، نحن نحن نقول أن الدولة موجودة بالرغم من أزمتها، بالرغم للأزمة الدستورية والأزمة السياسية بالرغم للأزمة المالية والأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد، أتما فينا نقول أن الدولة موجودة ستكون موجودة إن شاء الله شكراً كثيراً على هذا الاستبار، والله يؤمن جميعاً، وشكراً، شكراً سيدكم منكم اشتركوا في القناة